لا زال الجدل بشأن لجنة فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان مشتعلا منذ قرابة العامين ولا زالت الحكومة تؤكد اعتراضها على عمله وتمديد له تلك هي خلاصة تصريحات وزير حقوق الإنسان محمد عسكر الذي تمسك برفض الحكومة لعمل الفريق على خلفية تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح تمديد عمل الفريق الوزير قال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إن هناك توقعات بأن يتم قبول مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية وأن الحكومة ستواصل العمل على ذلك عسكر أوضح أن هناك مجموعات غربية تتجه إلى توسيع دور مجموعة الخبراء لكن حسب تأكيده ستواصل الحكومة عدم الاعتراف بها هذا وكانت الحكومة قد اعترضت على تقرير الفريق الأخير وقالت إنه أغفل كثيرا من الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوتين إضافة إلى اجتماله على العديد من المغالطات وامتنعت أيضا عن حضور الجلسات الأولى من الدورة المنعقدة حاليا في جينيف والتي خصصت لمناقشة التقرير وآلية عمل لجنة الخبراء تمسك الحكومة بالرفض نابع من دعمها لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واعتقادها أن اللجنة الأولى للاطلاع بهذه المهمة والأقدر على تنفيذها بحكم معرفتها ببيئة الصراع ومعايشتها لتلك البيئة موقف الحكومة هذا المساند من قبل المجموعة العربية لم يرجح في عملية التصويت التي انتهت بموافقة 22 دولة لصالح التمديد ورفضت 12 دولة فيما امتنعت عن التصويت 11 دولة وهو ما يعني أن الفريق سيستمر في عمله لدورة قادمة اشتركوا في القناة